صباح الخير النهاردة كنت في حيس بيس يا اما اعمل الروتين بتاعي زي ما انا متعودة عليه وبحب اعمله كل يوم الصبح يا اما اختصر كل حاجة اوام اوام والحق البس واصبح عليكم عشان اجري اروح عندي ميتنج مهم فطبعا انتوا عارفين النتيجة ما عملتش اي روتين ولا اي حاجة الا القهوة شرفت قهوة دي الصبح وقلت لازم ايجي اصبح عليكم واكلمكم واقول لكم على الفكرة اللي انا صحية بيها ايه بقى الفكرة اللي انا صحية بيها؟ رجلين الغراب يعني ايه رجلين الغراب؟ ده مصطلح يعرفوه اللي بيشتغلوا في التجميل وجراحات التجميل رجلين الغراب هي الكرمشة او الرينكلز التجعيد التجعيد اللي بتطلع لنا عند نهاية العين ودول بقى محظوظين وسعيدي الحظ زي اللي بيتحكوا يعنيهم بتطلع لهم اكتر واكتر انا عارفة ان حياتنا مراحل ومؤمنة تماما 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 ان لو انا ما بتخطاش مرحلة لمرحلة تانية معناها ان انا حياتي محلك سر او ان انا مت اصلا فعادي جدا ان انا زي ما كنت في يوم عندي ستة ستاشر سنة كبرت وبقى عندي ستة وعشرين لستة وتلاتين لستة واربعين وكل مرحلة من المراحل دية ليها وضع خاص واعتقد يعني ان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت مدركة دوة فكنت بقى اجهز نفسي للمرحلة اللي انا دخلة فيها يعني مثلا عشان اطلع من مرحلة الدراسة والجمعة وادخل مرحلة الشغل كان عندي استاذ رائع رائع عدين له بالولاء والفضل قال لي حنان اقري عن حاجات معينة ازاي تبقي professional ازاي تتكلمي ازاي تدي presentation ازاي كذا ازاي كذا وابتديت اقرأ في الحاجات دية فلما دخلت بقى معترك الشغل كان سهل علي شوية ان انا اتعامل وما كانش فيه صدمة المستقبل اللي بتحصل لناس كتير عشان كده بركز قوي ان انا في بعض الفيديوهات اكلم الشباب عشان كده انا مش عايز اعمل القناة بتاعتي للستات بس لان حاسة ان انا ممكن اكون اخت ودلوقتي ام لحد من اللي بيتفرجوا علي فيستفيدوا بالكلام اللي انا بقولوا زي ما انا افدت ناس تانية في قريبي في الناس اللي بيشتغلوا تحت مني مع ولادي دي حاجة الحاجة التانية مثلا لما جيت ادخل على مرحلة بقى ان انا بجاهز نفسي بقى عروسة وهتجوز خالي اداني كتابين هدية اقراهم رائعين طبعا هو مدهم ليش هو قال لي اقريهم ورجعهم لي عشان لما يبقى في عروس اقديهم له تحفت العروس وتوقي اليمامة مش عايزة اي حد ما تجوزش يروح يدور على الكتب دي دي مش دعوة مني ان انتو تروحوا تقرؤ الكتب دي ليه لان لما تجغل نفسك بحاجة حتحصل في مرحلة لاحقة انت بتخسر الحاضي الحاضر وبتخسر حتى المستقبل كمان لان انت ما بتجهزش نفسك لهذا المستقبل لان دي مش مرحلته فلو انت مش مقبل على الجواز لو انت مش بتفكر دلوقتي في الجواز بصراحة ابعد عن البنات وابعد عن العلاقات والحب والهيام والغرام والكلام الفاضي دو وركز في ان انت تبني مستقبلك الاول لو انت بقى خلاص قررت ان انا لازم ارتبط وهتجوز اقرأ بقى الحاجات دي وانت كمان نفس الحكاية لما دخلت في مرحلة يعني انا اول منصب اداري اخده ان انا بقى مديرة كان عندي 28 سنة بام 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 تخيالوا كده كنت بعد على ترابيزة كل اللي حواليه 49 50 60 كان عندنا مستشار كبير عنده 69 سنة وانا 28 سنة حتت عيلة وكمان الست الوحيدة فطبعا كان فيها مشاكل فقط كنت بقرأ الكتب عن القيادة وعن الادارة واسعدني الحظ ان انا كمان قدمت على الان بي ايه وكان تخصصي في البزنس ليدرشيب بعد كده خدت في ادارة نظم الجودة ماستر تاني لكن ان انا تعلمت يعني ايه ادارة يعني ايه قيادة يعني ايه اتكلم يعني ايه اعرض كلامي فدي برضو كنت مرحلة لازم اجهز نفسي لها لما طبعا جبت اولادي والحمل والولادة والتربية والكلام دوة كنت عاملة زي السفنجة بشفت وبمص اي معلومة ممكن تفدني وممكن يكون ليها تأثير على المرحلة اللي انا دخلة لها دلوقتي بقى انا في مرحلة رجلين الغراب مرحلة اه على فكرة بيمر بيها الستات والرجالة وهي دخلنا بقى ايه مرحلة الكبر السن اه مرحلة انتقالية كده ان انا لانا عجوزة ولانا شابة لانا يعني يونج وبوبلي ولانا بست الحجة الوقورة فابتديت اقرأ وبتديت اجهز نفسي وبتديت ولاحزت بقى ان انا ايه ابتديت ابصى على التجعيد وبتديت اشوف ايه ده ده هنا ده زادت دي مش عارف ايه البتاع الحتة اللغد ده وانزل بيسموها هي حاجة فيها تشيكن اللي هو الزور بتاع الفرخة الناس اللي هم اللي شغالين في التجميل بيحطوا مصطلحات لذيذة قوي يعني رجلين الغراب والاغد الفرخة وقدين العنكبوت ومعرفش ايه المهم لقيت نفسي بفكر في الحاجات التجميلية اكتر اه هقرأ عن البوتكس هقرأ عن مش عارف ايه وابتدي الاحظ الناس اللي هم في دايرة اصحابي ومعارفي والكلام اللي بيتقال ايه ده شفتي حواجبها بقت عاملة ازاي بقت مش عارفة عاملة ازاي اصلاها بقت بتدرب بوتكس ده ده سابق ده دي النتيجة عشر سنين من البوتكس شفتي مش عارف مين عملت ايه شفتي مين عملت ايه طبعا في مجتمع السيدات ده واضح قوي لكن اكتشفت ان حتى كمان في مجتمع الرجالة خصوصا لو فيه راجل ماسك نفسه وشكله كويس تلاقي اللي حواليه طبعا من الاسترس ومن الحاجات دي يبان الرجالة مش بيكرمشوا قوي بس وشهم بيبقى ضل بيبقى مفهوش حيوية بيبقى عندهم كده يعني احنا ممكن يكون عندنا الهالات بتاعتنا غائرة لجوة هم بقى بيبقى سود بقى كأنه مضروب بوكس فما تفتكروش ان الحاجات دي للستات بس الرجالة كمان لان احنا في النهاية بشر روح لبسة جسد والجسد ده وبيبلى زي لما الواحد يبقى عنده بدلة ولا فستان وقاعد عمال يلبسها كل يوم كل يوم كل يوم تخيلوا كده على مدار ستين ولا سبعين سنة شكل البدلة والفستان دول حيبقوا ايه المهم لاحظت ان انا قاعد عمالة قرى كتير في حاجات التجميل وايه بقى والفكرة توزيني بقى لما تروحي تعملي بوكس يا حنان ما انت ياب بمية وحداشر زيد وقوي ورجلين الغراب ومش عارف ايه وشافافي وانا صغيرة كانوا بيعيبوا اني شافافيه كبيرة دلوقتي بقيت بترفع اكتر واكتر وبقى فيه حيبتدي يطلع بقى تجعيد الحمد لله انا مش بشرف سجال لان بيشربوا سجاب بيطلع لهم اكتر واكتر بعدين لقيت انه الاحسن ان انا اقرأ في الصحة اكتر لان مهما عملنا عمليات تجميل دي حاجات كده روتوش من على الوش لكن اساس المكنة جوه مثلا كريم الكولوجين اللي بيدفع فيه فلوس اجد كده وحتى لو جبنا الكولوجين الخام من عند العطار والكلام ده جوزي للي مش عارفين انا جوزي دكتور فقال لي على فكرة الكولوجين من اكتر الحاجات اللي صعب انك تدخليها سوبرفيشل من برا طولهم ما الايه قال لي لا سابليمنتز تتاكل اكتر او تاكلي الاكل اللي بيدخل كولوجين او بيحث الجسم على انه يفرز كولوجين اكتر فعاد تدور ده كان خيط عاد تدور اه ده فيه حاجة اسمها كولوجين طبيعي الكولوجين ده حاجة عاملة زي الجيلاتين كده ده موجود هو اللي بيدي المرونة والحيوية لجسمنا وهو كمان اللي بيبقى في المفاصل كمان بتاعتنا عند الكوع عند الكتاف عند الركب اه فلازم نعوض الكولوجين ده انترنال ان جسمنا هو اللي ياخد الكولوجين ويبتدي يبني الحتة دي تاني لان مهما حطتله من فوق مش هينفع حاجة مثلا قريتها وتعلمتها عارفين مسكات البيض بياض البيض اللي بيقولك بيشد البشرة شوفوا كده اي حد بينسح بمسكات بياض البيض هيقولك ها اعملوه من مرتين لتلات مرات في الأسبوع واستمروا عليه ليه لانه تأثيره مؤقت حتى حقن الباطكس حتى الفيلرز حتى الحاجات دي تأثيرها مؤقت بتخلص ويرجع تاني لازم ناخد حقن ونشتري بروجرام قد كده ونعمل الكلام ده لان احنا مش بنعالج الجسم من قوة على فكرة يا جماعة جسمنا خلال 14 يوم بيكون تقريبا جدد نص الخلايا اللي موجودة في جسمنا دمنا بيتجدد جلدنا بيتجدد خلايا ده خلايا بتتجدد معادة طبعا الخلايا العصبية ما بتتجددش بس ممكن نبني ارتباطات بينها هذا التجديد بقى بيقل مع الزمن هو ده اللي بيعمل اعراض الشيخوخة اللي بتبتدي تتسلل حياتنا شوية شوية لان جسمنا بيفقد القدرة على علاج نفسه من جوه تلاقي الشاب الصغير بيشرب سجاير ومنفوخ وعضلات وكذا 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 وبعدين يعني مش همه لان انت جسمك لسه شاب بيجدد نفسه قاعد عمال انت وانت نايم وانت قاعد فيه مكينات جوه شغالة قاعد عمالة تكنس وتنظف وتلمع وترمي القديم وتبني حاجات جديدة كل ما نكبر كل ما تقل قدرة اجسامنا على تجديد نفسها مهما حطينا كريمات وندفع فيه كريمات في السوق المصري ب7000 وب10000 وفيه طبعا حاجات كتيرة جدا باسعار رهيبة وفيه بقى وصفات طبيعية خد بقى عندك وصفات طبيعية من هنا للسنة الجاية كل الحاجات دي بتعمل حاجات مؤقتة حاجات سوبرفاشل انا مثلا هنا عندي كريم بيشد الحتة دي تأثيره لما بحطه الصبح او لما بحط الميك اف بتاعي هاي ساعتين ثلاثة بعد ساعتين ثلاثة بحسة لقي وشي رجع تاني هو هو اللي انا بشوف الصبح في المراية طيب ايه بقى القرار اللي انا قررته وعايز اقول لكم عليه ان انا هدور على الاكلات المفيدة اللي بتزود الكولوجين او بتزود قدرة الجسم عمتا على تجديد نفسه في منها فيها انتي اكسد اللي هي مضادات الاكسادة لان مضادات الاكسادة بيحصل ايه ان فيه خليانة بتتأكسد بتتأكسد يعني لما بتتحد مع الاكسوجين بتفقد الالكترونات بتاعتها فتبتدي تضعف النهاردة لقيت امبارح يعني وانا قاعدة عمالة اقرأ ان الحاجات الملونة الخضروات الملونة مفيدة جدا جدا وسهلة هتلاقيها رخيصة الجزر الطماطم الايه اللي هو البنجر الفجل هتلاقوا حاجات ايه ده معقولة دي حاجات بلدي بنجيبها من السوق الست بتبقى قاعدة حط المشنة وبتبيع وبتعمل اه هي دي الحاجات التانية اللي هي خضرة غمقة ليه انا بقول لكم الحاجات دي من غير ما اتكلم بقى في حاجات علمية وكان ممكن اجيب ورقة بقى واكتب فيها الكلام ده واعد اتشدق بالكلمات والحاجات دي لسببين اول حاجة ان انا مش فكر اصلا الحاجات دي انا مهندسة ميكانيكا مش حعرف بقى اقول لكم عن المواد العلمية واسماءها واعد اترجمها من الانجليزي للعربي الحاجة التانية انا عايزة يعني اديكم المعلومة السهلة السلسة زي ما انا نفسي خدتها وانا نفسي طبقتها نحن ندور على اي خدروات او اي فاكحة لونها احمر او اورنج مش عارفة ليه دايما نقول اورنج ما نقولش برتقاني 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 لا مش لطيف برتقاني اورنج او اصفر او اخضر غامق لو فكرتوا كده هتلاقيها كل الخدروات تقريبا نروحوا السوق واشتروا من عند كل البيعين اللي موجودين لكن مش مهم نشتري المهم ان احنا ناكلها الاحسن ان احنا ناكل الحاجات دي ناية لو نقدر ناكلها ناية وفي حاجات كتير قوي ممكن ناكل حناية الجزر مثلا انا عندي مشكلة في ان انا مش باعرف اطم جزر الجزرة بتبقى صعبة قوي ببشرها بحطها على الصلطة في مرة زودت قوي فجوزي بيقولي ايه دا انت عامل لنا صلطة جزر لان الجزر كتير قوي والحاجات التانية قليلة الطماطم نقطعها ونقطعها كبير وناكل طماطم التوت الفراولة يعني انزلوا فعلا دوروا على الالوان انا شخصيا بحب الالوان وحتى فيه ناس مرة عيبت ايه الالوان انت لستقل سبحان الله كنت لابسة برضو فوشيا اكيد انتوا عارفين بحب الاحمر والفوشيا والبيربل والسكة دايه بحب الاخدر كمان ايه دا في واحدة في سنك هتلبس فوشيا اه في واحدة في سن يتلبس فوشيا ايه المشكلة يعني هو لما الواهد يكبر في السن معناه ان هو يعتزل الحياة وما يفرحش بحياته لا البسوا البسوا للالوان اللي بتحبوها وبتبهدكم نرجع تاني لموضوع الخضروات الملوعة انزلوا هاتوا الخضروات دي وكان فيه دكتور ربنا يدي له الصحة والعافية كان صديق لينا وكان اكبر مننا بكتير اوي فاحنا بالنسباله يعني انا وجوزي جوزي كأنه اخوه الكبير وانا كأني بنته يعني هو في لا والله حتى جوزي برضو يعتبر ابنه كان يقول لي بصي حنان اعملي حاجة كده وسميها الوجبة الخضراء ما بقاله دي زي العطبة الخضراء كده قال لي لا دي ان انت تستبدلي وجبة من الوجبات في اليوم بطبق سلطة معتبر مليان كل الخضار اللي ممكن وغير ممكن قطعيه وحطيه ولخبطيه وحطي عليه شوية ملح وفلفل وشوية زيت زيتون وكليحة ساعتها كان بيقول لي والله يا بنتي حتخسي والانيميا اللي عندك هتروح والمش عارف ايه وبتاع ومن ضمن الحاجات مع ان انا كنت لسه صغيرة ولسه وشي فيه رونغ قال لي بشرتك بقى هتلاقيها بقت صفية ولطيفة وجميلة وكل حاجة فواو انا تأخرت لازم اسفكم دلوقتي بس عايز اقول لكم انا هاخدكم النهاردة معي احنا خارجين مع الولاد لانه عيد ميلاد ابني فحنحتفل بيه بس احتفال الكبار بعيني مش هتلاقوا حفلة زي بتاعة الولاد الصغيرين بقى ومش هعرف ايه وبتاع احنا دلوقتي عياد ميلادنا ان احنا بنتجمع توا وبنخرج وبنعمل حاجة دياء خالص وممكن كمان حتى يعني تبقى سنابس من هنا ومن هنا على اساس ان ده شيء خاص حلو بتاعنا احنا مش كل حاجة يعني لازم يبقى فيه جزء في حياتنا خاص بتاعنا المهم اسيبكم يمكن اكلمكم بعد شوية ويمكن اخدكم معي في هذا الاحتفال الصغير ما تنسوش اللي هو اجبال خضراء اوكي وايه وتخلوا رجلين الغراب تمنعكم عن ان انتوا تستمتعوا بحياتكم وتتحكوا دحكة صافية من قلبكم وتسيبوها على ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كفيل واكبر اكبر من هممنا اكبر من احزاننا اكبر من الاحباء اللي احنا ايه ده هعرف اعمل الكلام ده ازاي لا والله هنعرف ربنا سبحانه وتعالى اكبر من اي حاجة يلا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعلا يقولك تهاد وتحب مش لازم الهدية تبقى حاجة كبيرة قوي 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 ونقيمها بتمنها ويقولك الهدية من مقام اللي بيهدي والكلام دوه يكفي يكفي ان في حد بيفتكرك ويجيب لك هدية ويبقى منشرح الصدر ومبسوط وانت كمان وانت كمان منشرحة الصدر ومبسوطة وخلوها كده ترند ان يعني لفتة لطيفة جميلة نديها لحد هدية يعني بسيطة او مش بسيطة ممكن تكون بسيطة لكنها كبيرة قوي وعظيمة قوي في الايمة وفي الدلالة النفسية يعني اروحوا فكروا مين اللي هتهدون نهاردة بحاجة جميلة هزا الكائن المتسلل جاية تعملي ايه بالدواري ايه على ايه تحت السرير الواحد يبقى ايه دلوقتي يبقى ايه هده يريلاكس كوباية الشاي معانا ايه اكتبنا في ادينا ونهارة ايه نقرأ عشان كده خلاص به نقدت مليون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة